رح نشوف شيء توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عن تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك قبل ما نبلش بالقراءة نسحب كروت توضيحية طبعاً خد الأشياء اللي بتفيدك فقط من القراءة يعني ركز على الأشياء اللي ممكن تستفيد منها وترك أي إشي بتحسه سلبي أو بتحسه يعني مش مطابق لإلك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبك مئة في المئة ولكن في رسالة ممكن علامة ممكن تفيدك بإشي فترك السلبي وخد الإيجابي من العلاقة بدنا ناخد أيضاً كروت توضيحية من هاتك رح نشوف طاقتك بالأول بعداً طاقت الحبيب الشريك بعداً نشوف ما صير العلاقة وخطواتكم في المستقبل وشو رح يصير طيب نبلش بطاقتك بالأول يا برج العقرب نشوف شوف يا عندك بطاقتك عم شوف برج العقرب في عندك مخاوف عم تحس فيها اشي عم تحس فيها بالوقت الحالي ممكن عم تمر بشوي مخاوف يعني في عندك مخاوف داخلية شكوك عم تشك بالشخص اللي عم تتعامل معه في عندك مخاوف لا أساس لها من الصحة من بعض منكم لأنه سلف سابتاع جاني أنت عم تخرب على حالك بالعلاقة أو بالتواصل مع هالشخص بالذات من الناحية العاطفية عم شوفك مجروح في عندك عم شوفك كتير من الناحية العاطفية في عندك ورقة الساحر بس المانفستيشن اللي عم بتقوم فيه أو الطاقة اللي عم تجذبها لإلك عم تخرب على حالك ممكن عم تغضي وقت كتير تركز على الإشياء السلبية بحالك وبالعلاقة نبين أنه عندي برج العقرب متمر بجرح معين في عندك كتير وفسود عم تحس أنك مجروح من هالتواصل من هالشخص لجوز أيضاً أنت حسيت من هالشخص أنه فيه فيه طاقة تلاعبية من هالشخص لأنه عم شوف أنه أغلب موالد برج العقرب أو من الطاقة اللي عندي هون أنت كتير مكتئب أو عم تقضي وقتك عم تفكر بإشياء راحت إشياء خسرتها في الماضي إشياء مش رح ترجع عم تفكر كتير بالأمور السلبية عم شوفك أيضاً البعض منكم اللي مش عم يحتي مع هالشخص أو منفصلين كتير عم تفكر فيه وعم يشغل وقتك هالشخص كتير عم تسرح يعني بهالشخص لأنه هالامرأة عم تطلع على الكوباية اللي بيدها عم يعني عم تسرح كتير بالتواصل بهالشخص وبيجوز أيضاً عم تفكر وتعيد بالتفكير وتزيد بالإشياء اللي بالماضي صارت الإشياء اللي خسرتها عم شوف نظرتك للأمور بصراحة نظرتك للأمور مع هالشخص مش كتير إيجابية فطاقتك حالياً عم شوف الأغلبية منكم عم يمروا بفترة صعبة شوي من النحية العاطفية عم تركز على إشياء سلبية أكتر بالعلاق لأنك يعني زعلان لأنك مشروح طب إنا نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم شوفه في عنده فهالشخص ممكن أنت عم تحس أنه عم يتجاهلك ببعض الأمور أو مش عم ينتبه إلا إلك ببعض الأمور مش عم يعطي اهتمام للإشارات بينكم أو للتفاصيل الصغيرة بينكم أيضاً ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان أو برج ناري برج مائي عم شوف الطاقات اللي عم تطلع عندي برج أبراج ترابية بس بالغانبية بالغانبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية ممكن يكون أي برج تاني عم شوف الشخص الشخص هاد واحد من الأسباب اللي عم مش عم تسمح له إنه يتقدم بالعلاقة أو بالتواصل بينكم إنه هو يمركز كتير على الهدف النهائي أو يمركز كتير على الصورة الأكبر لأنه ورق التقدم ورق التحرك فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف أيضا طاقته نارية فممكن حركته سريعة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور أو شخص مندفع باتخاذ قراراته أيضا شخص حاد ممكن يعني يعني عم تحس إنه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام تعاطف بالمشاعر تعاطف بالعلاقة مع بعض هو كتير أو هالشخص كتير بيركز على تحقيق أهدافه وطموحاته يعني بيتقدم ليتقدم وبطريقه ممكن يجرح أشخاص أنت بتحس هيك أيضا هالشخص ممكن يكون أنت أنضج منه عقليا أو فكيا لأنه شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها أيضا هالشخص من النوع اللي هو إذا اشتغل ما فيه عنده الصبر فيه عنده طاقة لكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لأنه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهور بإشي معين إذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده إياها بسرعة هالشخص بيميل و بيركز على إشياء صعب أنك تجذب تركيز هالشخص أو تثبته في مطرح واحد طاقته كتير فلكسبل كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير بتحسوا في جميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون ما فيه عنده خط واضح يمشي عليه أيضا عم شوفه مش كتير متحمس لفكرة الحب ممكن يكون هالشخص يجال عروض حب وهو عم يفكر بإشياء بالماضي أو ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي ومش عم يركز على اللي بيمر فيه حاليا يعني ممكن هو مش سامح لحاله إنه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم لأنه مركز كتير على الأمور اللي صارت بالماضي فدائما كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستقبل يعود تفكيره إلى الماضي يعني أوتوماتيكلي تلقائيا بينغلق عاطفيا بأي علاقة جديدة عم شوفه لكن عم شوفك أنضج منه فكريا ممكن يكون في بينكم فرق السن أيضا ممكن يكون هالشخص أصغر منك بكبر سنة أيضا طيب شو ممكن واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم أو كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم اللي حتى تعرف تصلحها أغلبكم هافيت أغلبكم ما في عندكم إيمان أو ما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الآخر بالشريك الآخر لحتى تسمحوا إنه العلاقة تطور إلى الأمان عم شوف الأغلب منكم في عنده صعوبة إنه يثق بالعلاقة مئة بالمئة أو يعطيها اهتمامه مئة بالمئة أيضا عم شوف إنه في شخص بينكم هو متحكم أكتر بالأمور أو في شخص بيحب السلطة أكتر من الشخص الآخر الشخص بيحب هو اللي يكون متحكم للأمور واحدة من الأسباب اللي اللي أدت إلى الخيال بينكم إنه فيه طرف عم يحس إنه مظلوم عم يحس إنه ما فيه توازن بالأخذ والعطاء عم يحس إنه هو اللي عم يطي أكتر من الشخص الآخر لطبيعة العلاقة بينكم نارية كتير يعني أنتوا فيه بينكم اتجاذب كتير عالي ولكن فيه شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة وبيحب هو اللي يكون متحكم كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه أو فيه طرف بينكم هو يكونترول فيك وبيحب التحكم كتير لنشوف خطوتك بالمستقبل فينكس رايزنج عم تشوف فينكس رايزنج هاي الكرت بس توصل إلى نقطة الصفر يعني بس توصل إلى الحضيد هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك ما عد فيه يعني تنزل لتحت أكتر أو تخرب عليك الأمور أكتر من هيك فهاي هي فينكس رايزنج اللي هي بتطلع أنت بتنطلق أو أمورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة أو عصيرة كتير يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت ما بتعادل أو عجلة الحظ عجلة المستقبل فهاي هي اللي الشفت اللي راح تصير أو الانتقال النقلة اللي راح تصير فعمشوف بالمستقبل خطواتك القادم راح يصير فيها عندك نقلة وزاك من ناحية المشاعر لأنه الكرتين هون عندي ثو أوف كوبس نايت أوف كوبس بعدين عندك ففول يعني عم شوفك أكتر بالمستقبل راح تاخد الأمور بعفوية أكتر مش راح تكون كتير جدي بالأمور بالذات بما يخص العاطفة يعني راح تحاول أنك تكون فليكسبل أو مرن أكتر عم شوف أيضا فيه اشتياق راح يصير بالمستقبل راح تشتاق إلى شخص معين أو راح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبينها الشخص عندك بالكروت المستقبل كتير أوراق قبس فرح تكون الأمور عندك من الناحية العاطفية راح تتغير كتير أيضا عندك two of tentacles فرح أنت بالمستقبل راح تنحط بموظف أنه لازم توازن بين شغلتين معينات بين شيئين معينين وممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة وبين الشغل وبين العلاقة فيه اشي راح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه نشوف خطوات الحبيب في المستقبل فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم بالذات بناحية ما إنه يعبر عن مشاعر تجاهك تجاهها العلاقة أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي بيحس فيه عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي أيضا عنده the empress card هالشخصة أو هالإمرأة إمرأة حنونة جدا يعني في عندها تعاطف كبير فعم شوف إنه هو بفترة الإنفصال للمنفصلين لكم مثله كأنه رح يراجع أموره لأنه أيضا عنده the hangman the hangman الطاقة بتكون معلقة أو الطاقة بتكون واقفة ولكن بيصير مثل الدراسة للموضوع أو بيصير مثل تحليل للموضوع مثل بفهم للفكرة فهالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم طبيعة الطاقة بينكم أكتر وأيضا أمشوفه يعني رح يعمل self reflect أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة شو كان دوره بأنه صعب العلاقة أو صعب التواصل بينكم أمشوفه أكتر رح يكون في عنده sympathy أو تعاطف مع الموضوع أيضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة أو من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة هالشخص عمشوف إنه هو يفكر بالمستقبل يحط مجهود أعلى أيضا king of cups king of cups هدا أكتر شخص ناضج أو مشاعره العاطفية بتكون ناضج لأنه king يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى فعمشوفه من الناحية العاطفية تقريبا للبعض منكم رح يصير فيه التتام جدي بهالثلاثة الكروت رح يصير فيه ارتباط جدي لأنه في عندك ten of cups يعني فيه إشي مثل تكوين أسرة مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معاك عم يحلم بتكوين مستقبل معاك وأيضا عندك king of cups يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر فيه عندك هون الكروت السابقة كروت صغيرة يعني the full card هو أول كرت في بداية رحلة التاروت فطاقته الحاليا عم شوفه الحالية هي طاقة عفوية أكتر طاقة الفولية أكتر ولكن بالمستقبل عم شوف إنه هو شخص يعني رح يوصل إلى مرحلة من النضوج النضوج العاطفي أيضا هالكرت بيبين إنه في عنده بداية معاك جديدة وفيها نوع من الاستثمار مشان هيك أنا بحكي لك إنه ممكن يكون ارتباط جدي لأنه عندك أي سوف بنتقلز يعني فيه طاقة أرضية فيها إشي من الاستثمار مجهود بها العلاقة مجهود جدي بها العلاقة يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد مش فقط إلى المدى القريب أو شو اللي عم بيصير حاليا لأنه هالشخص هون أنا فول كارد ما عنده أي حساب إلى المستقبل بيعيش كل يوم بيومه ولكن هون الطاقة في المستقبل عند هالشخص عم شوف إنه هو ناضج أكتر عم يفكر إلى المستقبل بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم أو الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل بدك تنتبه أنتو هالشخص من إنه ما تماطلوا في حل بعض الأمور أو ما تأجلوا بعض الأمور إذا فيه إشي عم أنت عم تحس فيه صارح هالشخص الأفضل إنه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص أيضا البعض منكم اللي عم يتأخر أو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة في عندك دويل أو فورتين يعني فيه تدخل رح يصير قدري بإنه يغير الأمور ويغير المسائل بينكم في عندك أيضا تن نوف وانز اكتمال كارما من نوعا ما اكتمال دائرة فرح تفوت إنتو هالشخص بمرحلة جديدة أو المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها في بينكم مرحلة جديدة رح تصير في عندك وفي عندك في عندك بالتأكيد بداية جديدة تقريبا تلات الوراق بداية جديدة أيضا عندك تواصل سريع هون في بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع بعض في بدايات رح تكون من المحية العاطفية في بينكم رح يكون أيضا passion أو شغف كتير بالعلاقة لأنه عم شوف أغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص ما كنت عم تحكي معه فالوقت المستقطع اللي أخدته هو اللي سمح لإنك وسمح لإنه إنه يفكر بالموضوع يدرس الموضوع صح وعم شوف إنه بالمستقبل هالشخص يعني رقم نتوصل إلى استنتاج إنه هو بالفعل أنتو تعقدكم بالمستقبل بالفعل إنه تكونوا مع بعض في عندك بداية جديدة وفي عندك أيضا تواصل سريع ف في عندك أيضا تغيرات مفاجأة رح تصير دويل في عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك تغيرات مفاجأة أو تغيرات سريعة فما تحاول إنه تبطئ الأمور إذا أنت بمرحلة عم تحس أو إذا هالشخص قدم لإلك عرض عاطفي وإنت عم تحاول إنه يعني تاخد وقتك في حل الأمور أو عم تحاول إنه تماطل في الأمور نعم إنك بتعرف شو اللي أنت بتريده أنا بنصحك يعني تتخذ قرار أسرع من هيك فقط إذا أنت بتعرف شو اللي بتريده لأنه عم شوف كرة النصيحة هون بيحكي لك لا لا تتأخر في حل الأمور لا تتأخر في المسارحة أو بيحي الله لكل شخص بيكون الوضع مختلف فهمت علي فأنت بتفهم شو هو الموضوع اللي أنت عم تماطل فيه حاليا وحاول إنك ما تتأخر حاول إنك تاخد خطوة لأنه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع بيجوز أنت اللي عم تعرق لها التواصل بيجوز هالشخص بيده البداية جديدة وإنت اللي متردد أو عم تتأخر في أخذ القرار أوكي حباري ببرج العقرب أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو